يسأل عن السلام السيارة واحد مثل في سيارة صراء احد اخوانه تسلم عليه اشارة لانه لا يستطيع يسمعه نعم اظن انه السؤال يتعلق بمن كان في السيارة مسلما او من كان خارج السيارة مسلما الجواب ان السلام لابد منه لكن اذا كان الامر كما وصلتم بانه هذا السلام سوف لا يسمعه سواء كان صادرا ممن في السيارة على من كان خارجا عنها او العكس حينئذ لابد من الاشارة لكن لا يجود الاختصار على الاشارة دون عبارة ويجب ان يجمع بين الامرين ان يقول السلام عليكم ويرفع يده مشيرا اليهم اما لا يجب ان يفعل من هذا الكلام ذكر لله عز وجل هذا الذكر الذي لا يعرفه أهل الذكر نعم نعم هذه صحية بسديك مصحية يجب أن نتذكر بأن المسلم حينما يلقي السلام على أخي المسلم فهو ذكر لله لا يشبه ذكر الذاكرين المعروفين بالرخص في ذكرهم لأنهم لا يعرفون ذكر الله إلا في هدوث تقاليدهم فقول المسلم السلام عليك وأنت لن تسمع السلام فقد ذكر الله عز وجل لقول الرسول صلى الله عليه وسلم السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم فأيضا السلام اسم من أسماء الله هم الجماعة بذكر أولو الله 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 كلام لا معنى له به والعربية لأنه مبتدأ ليس له الخبر الله ما باله يا أخي الله كريم الله رحيم إلى آخرين أحمد محمد خالد خالد شمعه أخي كريم عالم إلى آخرين هكذا تم الجنة عربية مع ذلك هني قانعين أنه ذاكرين ألوح لكن الذاكر الله هو المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم لأني ذكرت الله ومشير بهذا السلام إلى الذي لا يسمعوني بيده أو بالعكس إذا كان يسلم عليه ويشير بيده أما الاقتصار أو استبدال الإشارة بالسلام فهذا من بعض التشتبلون الذي هو أدنى بالذي هو خير فهذا يعجب وهذه عادة كثبار هذي عجبها يجبها ما تحركه للمرة أسمع الأخوات نعم